أسماؤك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بياني وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان وأنا الفقير إليك فاغمرني غنان يواسعان بعطائه الرحمن ضاقت بعبدك كل أرض رحبة أنت اللطيف به ولطفك حاني ألوذ بأسمائك الوسعات لأغرفاء من حوضه النصف فيا قلب هذا طريق النجاة تماسك به واعتصم واكتفي فهيا إليه تعرف عليه تعرف عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله القوي يقويك يعينك يشد من أزرك القوة كلها لله سبحانه وتعالى مصدر القوة شنو نبي احنا بالدنيا نبي حد يقوي ضعفنا صح؟ شكثر نضعف؟ شكثر شكثر ضعفنا لهالحياة الدنيا الابتلاءات وهذا شيء ضعفنا فندعو الله سبحانه وتعالى باسمه القوي أن يقوينا في آية عظيمة تجمع معاني عميقة يقول الله سبحانه وتعالى لنا فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يعني لطف مع رزق مع قوة وعزة يعني سبحان الله شنو هال الكمبنيشن اللي أعجيبها أن الله سبحانه وتعالى لطيف بك فيرزقك ويطمنك أنه هو قوي يطمنك أن هذا الرزق مهما كان وينما كان بيبلك القوي وبيعزك فيه لأنه قوي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كذلك في معنى مهم بموضوع القوة أن احنا كلما نبتعد عن الله سبحانه وتعالى كلما قعد نضعف نفسنا ليش؟ لأننا قعد نبتعد عن مصدر القوة شلون تخيل أننا نحن نقدر إنجابها الدنيا بابتلاءاتها وفتنها ونحن نبعد عن الله سبحانه وتعالى ما عندنا قوة قوينا وتثبتنا لا في قرآن يطمن قلوبنا ويثبت عقولنا ولا في صلاة تثبت وتدنا بهالدنيا فشلون من وين من وين القوة إذا مو من الله سبحانه وتعالى لا نتخيلنا نقدر نحصلها من أي مكان ثاني من وين هذه القوة عشان نعرف إن الإنسان لا يقوى إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يعز إلا بالله سبحانه وتعالى في دعاء مؤثر جدا للحبيب المصطفى قال في لحظة ضعف ووضع صعب مطرود من الطائف قدميه ينزل منهم الدم من الصخر اللي قطوه عليه وقاعد تحت ظل شجرة يناجي ربه فيقول له اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي آه لحظة ضعف واستنجاد واستمطار لغوث الله سبحانه وتعالى فيرسل الله سبحانه وتعالى له ملك الجبال فيقول له يا محمد أطبق عليهم الأخشبين الطائف هنا وقاعدة بين جبلين الأخشبين أطبق على الطائف الأخشبين فتختفي فيقول رسول الله سلم لا لعل يطلع فيها قلب يؤمن بالله سبحانه وتعالى يا حبيبي يا رسول الله نتعلم من رسول الله كيف نستمد القوة في لحظات ضعفنا من القوي سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسماؤك الحسنى ملاء نجناني من أي إعجاز وأي بياني وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة وعلون فوق تخيل الإنسان